تظهر مواطنون من محافظة ذيقار على الطريق الدولي السريع للمطالبة بإكمال الجهة الثانية من الطريق وإكسائه عيث ذهبا ضحية عدم إكمال الطريق قرابة 1200 شخص خلال الحوادث المرورية التي تحدث فيه وأخيرها كانت للدكتور أزهر العمري وعائلته التي ذكرناها في حلقة تواصل دوت كوم يوم الخميس الماضي فنشاهد حكومة محافظة ذيقار فنشاهد 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 تنهار طريق الشايد الثاني تنهار طريق الشايد الثاني